بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم في هذا الفيديو الجديد سنستكمل في سلسلة ما بدأنا حوالي استخدام برنامج SPSS في إجراء ما يسمى Multi Level Regression أوضحنا في الأجزاء السابقة الفرق ما بين ما يسمى الRandom Effect والFixed Effect ثم وضحنا أيضا إلى علاقة بين الأنوفا والRegression ثم في الفيديو اللي تكلمنا فيه سابقا رقم ثلاثة تكلمنا على إيه هو مفهوم Multi Level Regression وقلنا له مسميات كثيرة ويهدف إلى يعني بيصلح عندما يكون عندي NIST Data أو ما يسمى بيانات متداخلة وأوضحنا عن إيه مفهوم بيانات متداخلة في الفيديو السابق الآن سوف ننتقل إلى جثء هام جدا وهو كيف نجهز البيانات في برنامج SPSS بحيث أنها تصبح صالحة لإجراء Multi Level Regression لابد أن البيانات لها طبيعة خاصة في هذا النوع من التحليلات الإحصائية البيانات تكون على أكثر من مستوى المستوى الأول قد يكون الطالب أو قد يكون العميل أو قد يكون العامل في مصنع أو الطبيب في مستشفى وقد يكون المستوى الثاني ومستوى المدارس أو المستشفيات أو المصانع أو المكان اللي احنا بنتكلم فيه إذن في عندنا أكثر من مستوى إذن البيانات تحتاج أن تكون ذات طبيعة خاصة وذات تجيض غاصة ده اللي احنا هنحاول نوضحه في هذا الفيديو معاكم أستاذ الدكتور محمد حبة شحسين أستاذ الإحصاء والقياس النفسي والتربوي بكلية التربية جامعة سكندرية دايما بقولك عجبك الفيديو عمله لايك تعرف حتى يستفيد بعمله شير في جميع الأحوال وقت نزهتها من السبسكراب تعال نشوف هنتكلم في إيه النهاردة والنهاردة إحنا في الجزء الغوة سنكتفي ببعض الأجزاء لأن الأمر فيه معلومات كثيرة سنكتفي بجزء منها سنتحول حضراتكم ثم في الفيديو القادم سنستكمل بقية الموضوع أوضحنا أن تحليل الانحضار متعدد بيتضمن يكون عندي أكثر من عينة عينة طلاب وعينة مدارس عينة أطباء وعينة مستشفيات عينة عمال وعينة مصانع عينة مرضى وعينة عيادات عينة مختلفة بل أكثر من ذلك قلنا أننا ممكن يكون عندنا عينة وقت وعينة أشخاص لما تكلمنا على إذن أنا عندي في البيانات بتاعتي أكثر من عينة فلابد أن ينعكث هذا في تصميم البيانات تصميم البيانات بمعنى بمعنى أن تحليل الانحضار متعدد المستويات بيتطلب مني أن أنا بعمل تحليل للمتغيرات على المستوى الأول وذلك لكل فئة من مستويات المتغير الثانية خلينا أوضح ببساطة نفترض أن أنا عندي طلاب جمعتهم من عدة مدارس ثم بحسب بشوف يا ترى يعني كي هل يمكن التنبؤ بتحصيل الطالب بدلالة مستوى الاجتماعي دي معادلة انحضار خطي بسيط لكن في تحليل انحضار متعدد المستويات أنا بعمل هذه المعادلة عدد من المرات يساوي عدد حجم العينة اللي موجودة في المستوى الثاني نفترض أن أنا عندي مدارس 100 مدرسة يبقى حعمل 100 معادلة انحضارية يبقى حعمل 200 مدرسة يبقى حعمل 200 معادلة انحضارية فهذا الأمر بيتطلب بيكون عندي حاجة اسمها ID حاجة رمز تعريفي للشخص ورمز تعريفي للمدرسة عشان أقدر يعرف البرنامج وفي نفس الوقت أقدر أعمل مذاوجة بين كل شخصه ومدرسته فهذا الأمر بيتطلب بيكون عندي كود معين إذن ده من أعطيت في المثال المقوله أنا بدرس تحليل انحضار متعدد المستويات أنا لا أنشئ معادلة انحضارية واحدة كما هو في حال تحليل انحضاري العادي لما يكون عندي مستوى واحد من البيانات وهي مستوى جمعت كلها على مستوى الطلاب مثلا أو حتى على مستوى المدارس فقط في جميع الأحوال أنا عندي مستوى واحدة فبالتالي بعمل معادلة انحضارية واحدة لا هذا لا يحدث فيه المالتي ليفر ريجريشن اللي إحنا سميناها هيراريكال لينير موديل اللي هو مسميات أخرى أنا بعمل عدد من المعادلات الانحدارية يساوي حجم العينة التي تمثل المستوى الثاني من البيانات فلابد أن يكون عندي مؤشرات تعريفات أو ما يسمى وحدة تعريفة أو رمز تعريفي لكل شخص ورمز تعريفي لكل مدرسة بنفس الوقت أنا بجمع معلومات حوالين المدرسة يبقى لابد أن تكون المعلومات التي تعبر عن المدرسة ثابتة لنفس الطلاب داخل نفس المدرسة يعني بساطة أننا عندي 100 طالب موجودين في مدرسة معينة والمدرسة دي أنا جمعت عنها معلومات وليكن مثلا حجم هذه المدرسة فلابد عندما أنظر لهؤلاء الطلاب أجد أن حجم المدرسة بالنسبة لهم مقدار ثابت ملقهوش متغير وإلا هيبقى من المتغير لو كان متغير يبقى موجودين في مدرسة مختلفة فهذا أمر برضو مهم جدا لازم الداتة تكون بهذا الشكل أعمل الكلام ده إزاي ده قلت هذا في هذا الفيديو يبقى لابد أكون عندي رمز تعريفي للطالب ورمز تعريفي للمدرسة لأن أنا أحلل على كل مستوى مستويات هعمل عدد معادلات حدرية عدد معاملات ارتباط حسب متوسطات كل حاجة هعملها عدد من المرات يساوي حجم العينة التي تعبر عن المستوى التاني طيب جميل جدا يبقى إذن لابد أن أخد بالي من كده في أخطر من كده وأرجو أن يكون ده وضح برضو ذهنكم أنا مش بس كده كمان أنا كمان ححاول أن أفسر معالم المعادلة الإنحدارية في المستوى الأول بدلالة متغيرات توجد في المستوى التاني يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي معادلة إنحدارية ليه؟ نعمل عدد من المعادلات الإنحدارية يساوي حجم العينة في المستوى التاني إذن تخيل أنا عندي كم انترسبت لو بيسمى القاطع لو بيسمى المقدار السابت عندي مئة انترسبت تخيل أنا عندي كم سلوب عندي مئة سلوب اللي هو يعتبر الميل اللي بيمثل مقدار التغير الذي يحدث كذا عندما كلام اللي احنا عارفينه في الحضار العادي ما احنا بنفترض اللي بيشاهد الفيديو ده فاهم يعني إيه تحليل الحضار وبفاهمه يعني تحليل الحضار العادي فاهمه كويس جداً لأنه ما ينفعش نشوف فيديوهاتنا دي وإحنا ما نعرفش تحليل الحضار احنا بنتكلم في مستوى متقدم إذن أنا عندي عدد من الانترسبت أو عدد من القواطع يساوي عدد يساوي حجم العينة حجم عينة المستوى التاني طب مش ممكن أسأل سؤال هل يمكن تفسير طبعاً أكيد هذا الانترسبت مستابت من مدرسة لمدرسة مستابت من مستشفى لمستشفى مستابت من مصنع لمصنع مستابت إذن هل أقدر أفسر هذا التباين الذي يوجد في الانترسبت هذا التباين الذي يوجد في الانترسبت بدلالة متغيرات توجد فيه المستوى التاني يعني أفسر التبايم في الإنترسيرت ما يسمى القاطع بدلالة مثلا حجم المدرسة بدلالة مثلا وليكن المستوى الاجتماعي لهذه المدرسة بدلالة أي خصائص توجد في هذه المدرسة زي ما بيحاول أفسر التبايم في العلاقة بين تحصيل الطلاب والمستوى الاجتماعي بدلالة خصائص المعلم اللي بيدرس لهؤلاء الطلبة إذن أنا خلي بألك طب أنا في هذه الحالة هعمل إيه؟ كنا بنعرف زمان الإنترسيرت دا على إنه إيه؟ كنا نقعد نقول كلام نقول الآتي هو مقتار المتغير التابع عندما يكون المتغير المستقل بيساوي سفر هذا التعريف كنا بنقبله على مضد لكنه لما نجي نتكلم على المالتي ليفل ريجريشن هذا التعريف مالوش معنى خلي بالك أنا ها اعتبر الانترسيبت كأنه دلوقتي بريديكتد أو تكمز متغير عايزة تنبأ به أنا عايزة تنبأ بالمقدار السابت بدلالة خصائص موجودة في المتغيرات التابعة بس متغيرات التابعة دي جاية منين؟ دي جاية من معلومات حوالين المستوى التاني اللي هو المدرسة طب كيف اثبت هذا الكلام؟ عايزة اعمل من الانترسيبت ده حاجة ليه معنى؟ ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده مقدار يعني ايه مقدار المتغير التابع عندما يكون بيساوي سفر هذا الكلام مالوش معنى؟ بحيث اخد هذا المتغير وقول انا عايزة تنبأ به الكلام مالوش معنى؟ عشان كده عشان نجعله معنى عشان نجعله معنى بنحاول نعمل حاجة وهي مسألة بتسمى التماركز يعني ايه التماركز؟ التماركز حنشوف حالا دلوقتي كيف يتم حسابها ومعناها ايه؟ لكن احنا بنقول يعني ايه تماركز ببساطة؟ يعني احاول ان اخلق معنى لهذا المقدار الرياضي الاحصائي الذي يعني تفسيره على المستوى العادي ان احنا نقول مقدار المتغير التابع عندما يكون متغير بساوي سفر حانا الكلام ده مالقاش له معنى؟ يعني ايه الطالب مثلا لو كنت بتنبأ بمتغير بدلالة الطول؟ يعني ايه الطول يبقى بسفر؟ يعني ايه متغير عندما يكون الطول بسفر؟ هل الكلام ده مالقاش؟ يعني ايه مثلا عندما يكون التحصيل بسفر؟ هل ده الكلام ده مالقاش؟ كلام مالوش اي معنى؟ عشان كده عشان كده بنحاول نخلق معنى المعنى ده عن طريق التمركز او السنترينج وده معنى ايه؟ ان انا بدل ما اتعامل مع الدرجة الخام هاعمل حاجة جميلة جدا هطرح كل درجة من المتوسط مش هاعمل درجة معيارية ارجوك ركز معايا مش هاعمل درجة معيارية انا حاول ان انا فقط احنا عرفين درجة الامتوسطة حراف المعياري لا انس ان حراف المعياري انا مش عايز اشوه التباينات مش عايز اشوه التباين لا انا عايز اخليه ازا ما هو انا بس عايز اعمل ازاحة shifting shifting تمركز هو بمذاب ازاحة shifting يعني نعمل ازاحة الازاحة دي عبارة عن ايه جماعة الازاحة دي معناه ان كل طرق هتطلح من المتوسط. طب لما نعمل كده ايه الجديد اللي حصل? اه بص بقى الفرق الكبير جدا في تفسير الانترسبت. بدل ما حتك هتقول لي انه هو مقداري ثابت. هو عبارة عن قيمة المتغيير التابع عندما يكون المتغير المستقل بيساوي سفر. هتقول لي لا. انهو عبارة عن قيمة المتغير التابع عندما يكون قيمة المتغير المستقل في المتوسط. يعني ده درجة الطالب المتوسط. اه هنا الكلام مختلف. لاني بش حاجة اسمها سفر لكن في حاجة اسمها الطالب المتوسط لها معنى فعشان كده التمركز بيعمل عملية ازاحة خلي بالك من حاجة مهمة جدا نحن نتعامل مع مالتي ليفرل ريجريشن هفكرها كل شوية بالكلام ده انتو طلبتوا مني ان انا اعمل سلسلة في المالتي في ريجريشن كتير جدا بطلب مني فارجوكوا اتحملوا لان الامر يعني محتاج جزء من ايه المصابرة تحملوني مرة تانية تفسير التقليدي للانترسيبت هو ايه هو بساطة ان احنا مقدار المتغير التابع عندما يكون المتغير المستقل بيساوي سفر يعني ايه متغير مستقل بيساوي سفر يعني ايه طالب تحصيله بسفر هلها كلام ده لو معنى ملوش معنى لكن احنا لما نعمل شيفتينج نعمل ازاحة يعني نجح على الدرجات سنترولينج تتمركز حوالين المتوسط اصبح مفهوم المتغير الانترسيبت هو عبارة عن قيمة المتغير التابع عندما يكون قيمة المتغير المستقل في المتوسط تمثل الطالب المتوسط يعني دي درجة المتغير التابع بالنسبة للطالب المتوسط في المتغير المستقل اللي هو مثلا ممكن متوسط الطول ده قيمة المتغير التابع للطالب متوسط الوزن للطالب متوسط التحصيل فرق الشاسع بين اللي احنا قلناه خلي بالك السنترينج السنترينج يجب كلمة سنتر سنترينج ده تمركز يعني يا دوبك انا اخدت بدل ما كنت انا عاملت تمركز بتاعي عند السفر اخدته وعملته عنده المتوسط عشان اجعل طب ليه عايز تعمل معنى لان انا في المالتي ليفل ريجريشن اللي هو برضو حصام هيراليكال لينيار موديلز اللي هي عبارة عن نماذج الخطية الهرامية احنا بناخد هذا الانترسيبت ونعتبره متغير تابع ونحاول نفسره ونقول يا ترى لماذا يختلف يعني ايه اسباب ايه العوامل اللي ممكن تفصل لي الاختلاف في هذا الانترسيبت فلازم اجعل منه معنى عشان يبقى السؤال البحسي له معنى طب هيجي السؤال خلي بالكم مرة تانية او تالتة في الانترسيبت عشان اعمل ازاحة انا عندي طرق اتنين ان اعمل بهم ازاحة حاوردحهم لحضراتكم تذكر تذكر معايا ان احنا سوف نستخدم المقاطع في المستوى كمتغير تابع ايوه ما انا عملت تلاتين معادلة لو عندي تلاتين مدرسة خمسين معادلة لو عندي خمسين مدرسة ميت معادلة فاكيد المعادلات دي الانترسيبت المتاحة مش سابت فعايز اسأل طب ليه اختلف من مدرسة الى مدرسة ليه يبقى انت بتحاول تفسر فعشان تفسر بتاخد بعض المعلومات او المتغيرات الموجودة في المستوى التانية تحاول تفسر بيها او حتى متغيرات في المستوى الاول وممكن تفسر بيها في جميع الاحوال احنا هتعمل مع الانترسيبت كأنه فبالتالي عشان نجعله معنا هنعمل عملية الازاحة دي لهذا اللي بد نجعل له معنا وافضل طريقة هي التمركز طب نمركز ازاي يعني التمركز هنطرح ايد خلي بالكم من حاجة مهمة جدا انا في تحليل الانحضار متعدد المستويات انا عندي ممكن يكون عندي طريقتين لعمل المتوسط يهما الطريقتين دولار الطريقة الاولانية ان انا اجيب الازاحة عن المتوسط العام يعني متوسط العام يعني المتوسط العام للطلاب ككل عبر جميع المدارس وده اللي حضراتكم شايفينه كده خلوني اعمل عليه زوم هنا ايوة دايما حضراتكم شايفينه النقطتين اللي تحت دولار زي ما حضراتكم شايفين ده المتوسط ده المتوسط وده درجة الطالب مثلا فيه مادة الرياضيات درجة الطالب في التحصيل عموما درجة الزكاء ايا كان متغير انا بتعمل معا لكن لاحظوا هنا السافيكس اللي موجود تحت ده بيقول لي i وجي i ده معناها الطالب i طالب رقم واحد اتنين ثلاثة بس في المدرسة j امال هنا النقطتين دولت ده طبعا فوق دي الداش دي معناها المتوسط النقطتين دولت يا جماعة معناهم ببساطة ان احنا هنجمع هنجيب المتوسط عبر جميع الطلاب في جميع المدارس ادي النقطة دي ونقطة دي ده لغة بتوع الرياضة اللي هما داخلين معايا هنا هوا في الحتة دي وعايزين يتعلموا يعلموا بقى طلبنا وننقل نقلة تانية بقى الطلبنا في بحصنا ودراساتنا داخل معايا انت في حتة انا شخصيا ما شفتش حد عمل فيها في بحصنا التربوية حد اقرب من حتة دي كل واحد يقول لك كما يدركه الطلاب هتفهم دلوقتي اللي كان يدوق عشان يهرب من الحتة دي ها اسليب المعاملة الوالدية كما يدركها الابناء دركها دي هي اللعبة دي عشان يخلص من الحتة دي من الحتة المكعبلة دي ها يبقى عنده كل البيانات على مستوى واحد اللي هي مين مستوى الطالب ما هو كده ايه قال لك ايه السلوك العدواني انش عارفوا علاقته باسليب الوالداء كما يدركها الابناء لانه لو خد سأل الاباء بقى عنده عينتين عينة الطلاب وعينة الاباء في الحالات دي نقول له تعال لنا بقى يا جميل يبقى انت تخش معنا في المالتي ليفر ريجريشن هيفتح بقه لانه محدش علمه مالتي ليفر ريجريشن ده اساسا هيجيب الكلام ده منين يا دي المشكلة فتعال لك كده عشان خطر ايه ننقل بقى بطلاب الدراسات العليا بتوعنا وممكن يقول بقى بدل بحطة كما يدركها ويقعد يبررها طالب لما اجا اتكلم مثلا على التحصيل الطالب تحصيل الطالب وعايز اكلمه اربطه بكفاءة المعلم اقول كما يدركها الطالب كفاءة المعلم كما يدركها الطالب لانه يجب اتكلم على كفاءة المعلم كمتغير واجمع معلومات عن المعلم وهنا الموضوع مختلف كفاءة المعلم باتت اسم سنوات خبرته درجات اللي اخدها مش عارف ايه كل الكلام ده هو ممكن يدخل كم متغيرات ونبدأ نعمل الموضوع ده زي يبقى النقطتين دولة معناهم ايه يا جماعة ده معناهم اننا جمعت عبر جميع الاشخاص داخل جميع المدارس يبقى انت بتعمل أو بتعمل حوالين المتوسط العام في المدارس كلها طب ما انا مش ممكن عايز اعمل داخل كل مدرسة لوحدها عايز اعمل اه ممكن طبعا وحنشوف الكلام ده بس ده اللي انا بقى صوته بزيحة انا لم اتحدث لم اقسم على ان الحراف المعينا عشان محدش يفتكني دي درجة معيارية لا ملناش علاقة بالدرجة المعيارية يبقى حضراتكم حننتقل كده ونقول له طيب ده التمركز احنا فهمنا بتقصده بالتمركز جميل جدا تمام تعال بس كده ايه نكمل القصة بتاعتنا يبقى التمركز هناك طريقتين للتمركز حاجة اسمها جراند جراند مين سنترنج مش جراند هوتيلة جراند مين سنترنج يعني التمركز حوالين المتوسط العام جراند مين سنترنج ده تمركز حوالين المتوسط العام طب جميل جدا يعني نعمل تمركز حوال المتوسط العام او جروب مين سنترنج نعمل تمركز حوالين متوسط المجموعة اللي هي ممكن تعتبر المدرسة يعني يمكن نعمل تمركز داخل كل مدرسة يبقى بدل مطرح من متوسط العام حطرح متوسط الناس انا موجود في مدرسة ايه في مدرسة واحد يبقى تطرح دراكتي من متوسط المدرسة اللي أنا فيها أيهما أفضل ونستخدم دا إمتى ونستخدم دا إمتى إحنا لسه مشوارنا طويل مع بعض لاحيكمل معانا حنعرف نجاوب على الكلام دا يبقى إذن عندي طريقتين للتمركز جراند مين سنترينج وجروب مين سنترينج ممكن أعمل تمركز حول المتوسط العام جراند أو جروب حولين المجموعة بطريقة الرموز بطريقة الرموز زي ما حدكم شايفين دا خلوني برضو أن أنا أعمل زوم في الطريقة الأولينية الجراند مين سنترينج الطريقة الأولينية اللي حددتكم شايفينها دي لاحظوا هنا دا نفس المعادلة السابق xig-x.dot حولين نقطتين اهي xig مينس x بار اللي فوق دي يعني متوسط dot dot نقطتين دولت معناه من 06 dot نقطة ونقطة تانية دا معناها يعني إحنا عنا نعمل summation across all individuals within all schools يعني حندرس جميع الأفراد داخل كل المدارس دا اسمه يا جماعة grand mean دا المتوسط العام ننزل تحت هنا لأ حنلاقي صورة تانية أو حاجة تانية حاجة اسمها xig-x.j ايه اه يبقى انا في الدوت الأولانية ديت اه يبقى انا حاجة ما حولين الأفراد كده ده اللي بيتكلم على النقطة دي كده ده بيتكلم على النقطة دي x ig minus x bar ig يبقى الفرق ده اسمه group group mean group group لان انا هنا في group اللي انا موجود فيها بينما ده grand mean grand يعني حاجة عامة عامة عبر كل المدارس ده ما قلت انهو وازاي وليه حنجاوب على الكلام ده بس مش بالفيديو ده احنا لسه سكتنا طويلة جدا مع طيب هنرجع كده برضو مع بعض ونقول والله يتماشي احنا قدرنا نفهم لغاية دلوقتي انت وحدك بتقول لنا ايه بتقول لنا التمركز ده عشان نجعل من الانترسبت كلام له معنا تمام لان فكرة انه هو هيستخدم دي حاجة جديدة عمرنا بسمعنا عنها احنا متعودين انه هو يعني بيطلع كنتيجة كده دلوقتي بتقولي انك هتستخدمه انك انت تعمل منه اه طبعا هستخدمه عشان اعمل منه اه كاوت كام فيريابلز لان انا حاسأل اسئلة غير عادية ها زي مش الاسئلة ما اللي يختلف متوسط التحصيل باختلاف كذا لا انا هتكلم بقى على حاجة اسمها الراندم انترسبت والراندم سلوبس وابدأ اسأل نفسي هل في متغيرات ممكن تفسر التباين الذي يوجد في العلاقة بين التحصيل وكذا اللي هو الاسلوب او قد يكون اختلاف في المتوسطات اللي هو الانترسبت ما الانترسبت دا تعبير عن المتوسط ملوش علاقة بالعلاقة ملوش جور بالعلاقة خالص تمام اوكي نكبر دي سنة كده ونرجع كده نقول طيب اوكي ماشي في ايه تاني حنتكلم فيه عشان نتعلم ونجهز بياناتنا لهذه المعركة لهذا الموقف الجديد احنا حنمر بخمس اشياء انا طبعا ما قدرش افطارد انها موجودة عندنا كلنا لكن حواليك ازاي تجاهز داتا بتاعتك باستخدام الخمس اوامر دولا الامر الاوراني هو امر ريكود الامر التاني هو امر كومبيوت الامر التاني هو ماتش فايلز الامر رقم خمسة اجريجيت الامر رقم ستة ايه رقم ااسف نرجع بس من الاول ريكود ده معناه اعادة الترميز كومبيوت ده الحساب ماتش فايلز ده عبارة عن بنعمل مرج للداتا اجريجيت يعني نعمل دمج للداتا ثم فارس تو كيسس يعني بحول الصفوف لأعمدة او المتغيرات الى حالات في حاجة انا قدمتها على القناة بتاعتي التانية كلمت فيها الحاجة اسمها اللونج والوايد داتا فورمات هي دي اللونج اند ووايد داتا فورمات بس في الاس باس اس خلينا مع بعض عشان الدنيا مطوش مننا ريكود وكمبيوت وماتش فايل واجريجيت وفارس تو كيسس فارس تو كيسس يعني من فارس يعني المتغيرات تو كيسس الى الحالات طالما بحول المتغيرات تو كيسس لحالات يبقى انا بحول الداتا من ووايد من الداتا متسعة الى داتا لونج لان الكيسس حتزيد والفارس حتقل فطبعا دي تعتبر ايه طيب احنا دلوقاتش كلنا سمعنا عادة الترميز والكمبيوت والكلام ده اه ده رفضينا سمعنا عنه طيب بسرعة كده هنراجع هذي الخصائص بسرعة عشان خطر اوريكم ازاي انا جاهز الداتا بتاعتي يبقى تجهيز البيانات في برنامج للأوامر دي الاوامر اللي انا محتاجة اعمل لها عملية ريفيجن او عملية مراجعة نرجحها مع بعض اول امر يعني ممكن انا عندي متغير متغير وهعمل له زي ما كنا بنعمل بالزبط انشاء متغير جديد باستخدام امر اعادة الترميز ومتغير مختلف هعمل الكلام ده ازاي طيب وفي نفس الوقت انا عندي ريكورد بوينت برضو مثل تحويل متغير الوقت الى مربع الوقت يعني عندي متغير بياخد قيم 0 و 1 و 2 عايز احوله الى 0 و 1 و 4 ازاي تعال اروح مع بعض على برنامج الاس بي اس الامر طبعا انا يعني بفترض كده ان كتير من الحاجات موجودة عندنا لكن انا عندي متغير اسم الوقت اهو هذا المتغير امين برضو اعمل عليه زوم كده هذا المتغير الاسم الوقت ده بياخد قيمة 0 و 1 و 2 عايز انشئ متغير جديد عايز انشئ متغير جديد يكون القيم فيه هي عبارة عن مربع هذه القيم ليه بيعمل كده بفرد ده سؤال مهم عشان لما يجي نتكلم خلي بالكم هنتكلم على gross curve model gross curve model اللي هو عبارة عن النماذج الطولية في المالتي ليفر ريجريشن هنتكلم عن الوقت الوقت عنصر بالنسبالي فاحيانا بحبه اظهر الفروق فاعمل تربيع للقيم عشان تصبح زيادات واضحة او النقصان واضحة فاعمل الكلام ده ازاي انا رحنا كما تعلمتم وكما نعرف ان انا ممكن اروح هنا عندي transform وقول له record into different variables انشئ لي متغير جديد تمام انا بحاول اجهز بياناتي فاقول لي كده هايقول لي والله عايفتح لي الشاشة دي هقول له والله انا عندي المتغير اسمه time ده تمام ادي له اسم جديد هذا المتقى حنسموه quad اختصار لكلمة quadratic يعني time تمام ممكن بعاكد تحط في ال label اللي انت عايزه بس اهم حاجة عندي ما تنساش تعمل change عايز تكتب ال label ده تكتبه انت حر مشا عندي مشكلة خلي بالك انا في مرحلة point to point يعني نقطة اطرحل نقطة فحاجة ايه انا هقول له في old والله يعمل لي zero وزيرو هنا خلي بالكو كتير جدا من اللي بنعمله دلوقتي هنحتاجه بعدين فعشان انا معلمك ازاي تجاهز بياناتك والواحد تربحها برضو هي واحد مش اختلاف ثم عندي بعد كده اللي اتنين تربحها اربعة add ننساش طبعا كلمة add ثم continue ثم كلمة اوكي كده احنا انشأنا لو رجعنا لل data بتاعتنا تاني لو رجعنا لل data بتاعتنا هلقي عندي متغير اسمه quadrat هذا المتغير بهذا الشكل هل لو انا عملت احصى وصفي لهذا المتغير معنى لازم نفهم ان بيحصل في ال data هل هزيه transformation هزيه تحويله اثرت في ايه بالزبط عشان اوضح لحضراتكم ثم اروح على الاناليز واقول له descriptive descriptive statistics وهاتلي المتغير ده اللي هو time وquadratic طبعا خلي بالك معمول quadratic هو عامله طريقة انه هو يعني ordinal فانا هرجع هنا في الجزء اللي هنا كده واقول له لا والله خليهولي بلاش nominal لا ده مش nominal خالص خليهولي scale خليهولي scale وحرجع هنا هوت عند الاناليز مرة تانية descriptive وحروح هنا هوت واقول له والله جيب لي كده ال time ده والquadratic قول لي كده يعني طبعا وحاند ال option اشوف اذا كان في حاجة هاتلي كمان ال variance وال range طبعا ال range اكيد حيتأثر والمين حيتأثر لان انا غيرت ال skill بتاع الدرجات تمام وال variance اخباره ايه طبعا انا هنا ما دربتش مقدار ثابت انا ربعت فاكيد ال variance برضو حيتأثر خلي بالكو ده مهم جدا الكلام اللي انا بقوله ده شوفوا حضراتكم هنا عندي ال time اهو ادي ال time انا هنا عندي ال time لحظوا هنا طبعا ده ال time اهو تحت منه الكواة ال time ده اليمين طبعا range شايفين ال range اختلف ازاي minimum وال maximum اللي عملية اختلفت المين اختلف standard deviation وال variance اختلفوا فانا غيرت ال scale بتاع المقياس ال scale بتاع المتغير المتغير اختلف في ال scale بتاعه ده مش shift الشفت قصة تانية لسه حنعملها الشفت قصة اخرى الشفت قصة اخرى حنعملها لسه مش هنعملها الفيديو ده حتى لا مش هنرحق نعمل الكلام ده كله فال shift قصة اخرى اذا اذا انا هنا بوضح لكم ما الذي ترتب على هذا الامر تغيير في ال skill وتغيير في المين وتغيير في ال variance وتغيير في حاجات كتيرة جدا طيب احنا كده فهمنا هذا المتغير ده اول حاجة اول امر عايزين نعرفه لانا حنحتاجه عشان نجاهز ال data بتاعتنا لو امر record لكن record له اكتر من صورة لازم ناكد على ان record له اكتر من صورة record اكتر من صورة يعني ايه راقد اكتر من صورة يعني الوقت اللي وردتكم الصورة الاولينية اللي احنا سميناها point two record point two point يعني zero بقت zero والواحد بقت واحد والاثنين بقت اثنين لا ده في حاجة تانية برضو مهمة جدا في ال record اللي هو ان انا اعدل ولكن في مسألة range اعدل القيم اعدل ترميز القيم القديمة الى القيم الجديدة باستخدام المدى باستخدام المدى يعني ايه الكلام ده اه يعني هنا مثلا انا بقول والله انا عندي متغير اسمه السيسي اكون مكستيتوس هذا المتغير انا عايز يعني هو متغير متصل عايز انشئه الى احاوله الى متغير فئوي وهستخدم قيم زي دي القيم دي سبعا سالب القيمة الاونية سالب علامة خمسة واحد تمانية قيمة التانية مفيش صفر طبعا في السالب لكن زيرو اتنين خمسة زيرو قيمة التالتة ستة واحد تلاتة طب دول بيمثلوا ايه؟ ده بيسميل وطبعا الارباع الاعلى والوسيط والارباع الادنى والاعلى والوسيط دول الكلام قيم المائنيات المائني 25 ومائني 50 ومائني 57 انا عايز احاول ده لده عايز احاول ده لدهوة اذا احاول المتغير من صورة الى صورة اخرى هيتم الامر ده ازاي؟ هنروح على الداتا برضو هنروح على الداتا بتاعتنا من خلال اروح على برنامج الاس بي اس اس واروح على هذه الداتا اروح على هذه الداتا في هذه الداتا انا عندي متغير او اسمه اس اس يكون مكستيتوس هذا هو المتغير اللي عايز انشأ منه متغير جديد سمي اي حاجة لكن برضو من خلال امر ترانسفورم نعم برضو زوم مع بعض ترانسفورم هنطلع هنا عن ترانسفورم وقوله ريكود انتو ديفرنت فيريابل طبعا بس هنا انا ما عنديش بوينت تو بوينت هقوله والله هاتل السيسي اوكوناميك ستيتوس ده ثم حولهولي طبعا الى سيسي اوكوناميك ستيتوس ممكن نعتبره كوادراتيك يعني ده طبعا متغير جديد نديره اي اسم نديره اي اسم طبعا والليبل ما نساش اعمل تشينج اهم حاجة ان انا هروح هنا عند والد اند نيو فاليو هنا مش هروح عند فاليو وصد منها فاليو لا انا اروح عند رينج اول حاجة اروح علي عند الرينج اقوله ديت اللي هي رينج يعني من اقل قيمة لغاية القيمة ديت اللي هي علامة سالب ما ننساش السالب ننساش السالب خامسة بتأكد برضو مرة تانية من القيمة في الباور بوينت خمسة واحد تمانية مصبوط نرجع هنا عند الاس بي اس اس ونقوله هنا من اول حاجة لغاية خمسة واحد تمانية وحاجة هنا احط ديت بواحد واقوله اد ثم عندنا بعد كده من اول فين ده من اول بقى سالب خمسة سالب طبعا بوينت خمسة واحد تمانية لغاية فين لغاية النقطة بعد منها اللي هي بوينت زيرو طبعا الاونية بالسالب دي مش بالسالب زيرو اتنين خمسة زيرو برضو احنا بنعمل القصص دي كلها ليه احنا بنعمل الكلام ده عشان نجائز بتاعتنا يبقى انا كده ده من هنا الهنا وسميه ده اتنين واقوله اد ثم الاخيرة طبعا من اول فين لغاية الهيست بقى من اول فين من اول زيرو قالينا بس كده نرجع دي بس كده نرجع دي يا جماعة ده من اول الرنج بتاعنا مش بالسالب ده هوت احنا كده من اول نرجع كده ده من اول ايه من لوست لغاية هنا هوت صح كده من هنا لغاية دي بقى مرة تانية مرة تانية مع حضراتكم الاولاني منغاية قزا وبعدين التاني من السالب لغاية 25 تمام نجي بعد كده ماذا اللي بعد كده هنعمل ايه هنقوله والله احنا كمان عندنا هنوصل لغاية هنا بقى ونجيو إحنا كمان بقى عندنا من اول فين لفين الرنج الثاني من اول 0.0251 لان انا وصلت لغاية 251 لغاية البرسنتايل الاخير اللي هو البرسنتايل 75 اقول له 613 ده حيبقى ايه ده حيبقى 3 واقول له add يبقى انا من اول من الاقل حاجة لغاية سالب علامة 518 وبعدين من سالب 518 لغاية 0.025 ده التاني وبعدين من 0.025 برضو هنا دي ايوة دي برضو هنا فيه علامة عشرية 0 هنا هو 0.025 تمام لغاية 613 ونعمل كده تشينج تأكد برضو من القيم تأكد من القيم 0.025 تمام بكده مظبوط تمام هيتبقى لنا اخر حاجة اخر حاجة بقى من اخر رقم احنا وصلنا له اللي هو علامة 613 2 highest لغاية اقصى حاجة واعملها لنا رقم 4 بقول له add يبقى مرة تانية نعمل كده بس نتأكد من سالب 518 point طبعا point 518 بقى واحد lowest من اقل لحاجة لغاية هنا وبعدين من هنا لغاية 25 من 1000 25 من 1000 تمام ومن 25 من 1000 دي 25 من 1000 ما فيش واحد ولا حاجة 25 من 1000 لغاية لغاية 613 ثم الاخيرة من 613 لغاية لغاية فين يا جماعة غاية 4 بس دي نخليها 6 613 0 ونقول له كده change يبقى مرة تانية من سالب 1 8 0 2 بعدين دي طبعا دي طبعا مكانها فوق سوى طبعا امجاي مغيرها 613 ما عندناش مشكلة تمام يبقى انا كده عندي هنا انا حولت الدرجة حولت القيم بتاعتي الى من من range الى point من range الى point فانا لو قلت له continue وجيت قلت اوكي وحيرجع لل data هلاقي القيمة المتغيرة اللي طالع عندي بهذه القيمة طبعا هنا انا عملت متغير continuous حولت الى categorical فقوي وفقا للpercentiles برضو ده مهم ليه حنشوف الكلام ده كل الكلام ده هنكتشفه هنكتشف احنا ليه حولنا time لكده ليه حولنا الى متغير متصل الى متغير فقوي بهذا الشكل كل الكلام ده هوت مهم جدا الامر اللي بعد كده لو رجعنا لو رجعنا بعد كده عايزين نتكلم على امر compute compute برضو مهم جدا عملت ان انا احسب متغير جديد من دوال لمتغير قديم يعني بنشق متغير جديد من عبارة عن من متغير قديم فانا هعمل الكلام ده ازا هعمل درجة مسلا عندي تلات اختبارات طالب خد تست واحد تست اتنين وتست عايزة فقانشق متغير اسمه تست مينز يعني عبارة عن متوسط درجات الطلاب على التلات اختبارات دولة برضو احنا بنعمل كده ليه عشان نهيق بياناتنا لبرنامج نرجع تاني للس ب اس اس والنفس الملف اللي انا اشغال عليه عندنا حاجة اسمها تست واحد تست اتنين تست تلاتة عايزين انشق متغير اسمه تست مين او مين التست اعمل الكلام ده روح عند ترانسفورم كومبيوت وانا هنا او مجاي هنا منشق متغير كتيد اما مثلا اتسميه تست تست مينز ده معناه متوسط الاتناعة ده واجه هنا ممكن اخد الدلة من هنا ادور على المينز او اشوف في الستاتيستيكس في الجزء بتاع الستاتيستيكس او يجيني المين هي اضغط عليها مرتين فعايز اعمل متوسط لايه بقى اقول له والله متوسط لتست واحد اهو كومة وعندنا كمان متوسط بتاع تست اتنين اهو وبعدين اعمل كومة كمان من عندي كده واقول له متوسط تست تلاتة وممكن ان انا اقول له والله متوسط تست واحد لتست تلاتة يعني ممكن انا لو عندي اكتر من كده ممكن اسيبها كده وممكن اعملها بقول له كده اشيل ده كله واقول له من تست واحد الى تست تلاتة تمام يبقى مين تست واحد تست اتنين وعيز اسمه تست مين ده هو اللي انا عايز اعمله كده باعمل ترانسفورم فبرضو هقول له كده اه يبقى انا كده خلصت الجزء ده هوت هنزل لنوة تحت كده وقول له اوكي هنرجع مرة تانية هيخدني مرة تانية للداتا في الداتا بتاعتي لو انا بصيت عليها هرجع كده في الاخر هلاقي عندي تست مين ده عبارة عن متوسط اداء الطلاب على اختبار الاول واختبار التاني واختبار التالي يبقى انا عرفت ازاي اعمل ريكود وازاي اعمل تست خلي بالك في جميع الاحوال في جميع الاحوال انا هنا برضو ما زلت شغال على مستوى واحد هم بل فين المالتي فيليات ريجريشن المالتي ليفل ريجريشن المالتي ليفل ريجريشن زي موجود فين اه هنا خلوني برضو انا حشيل ده كده واشيل ده كده مش عايزهم مش عايزهم انا هنا هو عايز ان انا اخد يعني هافترد ان اناранدي ملفين ملف فيه بيانات على مستوى الطالب وفيbie ملف تاني فيه بيانات على مستوى المدارس عايز ادمجهم في ملفه واحد يبقى انا اعترض ان انا عندي ملفين ملف فيه بيانات المستوى الطالب ملف تاني فيه بيانات على مستوى مين المدارس وعايز اجمعهم ادمجهم في ملفين هعمل الكلام ده ازاي برضو هنرجع هنا يبقى احنا شفنا امر الكمبيوت يبقى سواء كنا بنتعامل مع الكمبيوت او كنا بنتعامل مع الريكوت في الحالتين نحن لم نتعامل على ما زلنا عند مستوى واحد وهو مستوى الطلاب وبالتالي انا محتاج اتنقل نقل اخرى اللي هي نقلة ايه نقلة ان انا اتعامل مع المatch files ادمج ملفات انا عندي ملفات ملف فيه فيه بيانات حوالين الطالب يعني على الليفل الاولاني وفيه ملف تاني فيه بيانات على مستوى المدارس ده يعتبر الليفل التاني عايز ادمجهم في ملف واحد لان انا عايزش اتعامل في المالتي ليفل ريجريشن المالتي ليفل ريجريشن اللي هو الهيراركال لينير مودلز فده عندي ملفات وكمان وانا عايز وهمو انا بدمج وأنا بدمج أهم حاجة عندي عايزة أعمل إيه عايزة أتأكد أن الطلبة في نفس المدرسة لما يدمج الملفين لهم نفس الدرجة نفس القيمة في المتغير اللي بيعبر عن المدرسة ما احنا قلنا ده لازم يحصل طب يحصل الكلام ده زي عن طريق الماتش فايلز الماتش فايلز هو عبارة عن دمج ملفات أو بيانات من ملفات وعندنا طريقتين للدمج إما بدمج صفوف جديدة أو بدمج متغيرات جديدة إحنا في حالة المالتي ليفل ريجريشن المالتي ليفل ريجريشن ما تلغبطش منه بين المالتي بال ريجريشن والمالتي بيريت ريجريشن ده قصص مختلفة في المالتي بال ريجريشن احنا محتاجين ندمج متغيرات متغيرات بتاعة الفرد ونلزق فيها على طول متغيرات مين يا جماعة؟ متغيرات الخاصة بالمدارس بشرط أن أي طالب موجودين في نفس المدرسة يحصلوا على نفس القيمة عشان كده أنا محتاج مفتاح ربط بين الملفين محتاج يا جماعة مفتاح ربط يبقى انا حد من كده بيانات متعلقة بالطالب ومتعلقة بالمدارس محتاج مفتاح ربط بين الملفين اسمه كي لان انا عندي البيانات مش شغلة one to one يعني مش كل عدد الصفوف في الملف بتاع الطلاب لا يساوي عدد الصفوف في الملف بتاع المدارس ده عدد الصفوف اللي هي sample size بتاع الطلاب ممكن يبقوا بالالاف 8000 وشوية بينما الخاص بالمدارس ممكن يبقى 500 600 400 300 يعني اقل بكتير فاذا انا محتاج ملف ربط عشان ااكد بس لحضراتكم الحتة دي هارجع تاني على برنامج الاس بي اس اس وهورح لحضراتكم ادي هنا ده ملف على مستوى الطالب مستوى الطالب ليه هنا هو ادي الاي دي بتاع الطالب وطبعا ده الاي دي بتاع المدرسة وده درجات طالب تستخد كام واخد كام واخد كام تمام فانا دلوقتي عندي بيانات لهذا الطالب وده الاي دي بتاعه لكن في نفس الوقت عندي حاجة اسمها السكول كود عندي كود للمدارس اللي موجود فيها هذا الطالب ولذلك حضراتكم يعني لو كان عندي معلومات لما نيجي ندمج المعلومات انا عايز انا عايز طالما نفس المدرسة يبقى المتغير الجديد اللي حيضاف له نفس القيمة ودي اهم نقطة طب لو شفت حجم العينة هنا بكام لو وقت دي سكريبتف قلت له مثلا هاتلي اين هوت قلت له مثلا مثلا هاتلي قل لي اكن الافكتف ناس مثلا الافكتف ده وقل لي يعني حجم العينة عندك بكام اهو ننزل كده بعد اذنكم ونبص كده انا عندي حجم العينة هنا بكام ده كام ده تمنتلاف تلتمية خمسة وتلاتين ده حجم العينة بتاعت مين بتاعت المداري بتاعت الطلاب لكن لو رحت بقى لو رحت كده بنفس الكلام ده بنفس الكلام ده ورحت عند الملف التاني اللي عايز ادمج منه البيانات اللي هو فيه معلومات عوالين المدرسة اللي هو الملف ده ده ملف حوالين المدرسة اللي هو فيه برضو نفس الكلام ده هوت وانا رحت ينوت كده قلت له انالايز وادل ديسكريبتف مثلا وديسكريبتف ينوت ودخلت المتغير ده وقلت له كده اوكي وانتظر وروح عند البيانات اشوف البيانات بتاعتي اخبارها ايه وانزل هنا تحت هلاقي بعد اذنكم حجم المدرس خمسمية خمسة وعشرين يبقى هنا فيه تمنتلاف تمنتلاف تلتمية وهنا خمسمية اتنين وخمسين خمسمية خمسة وعشرين يبقى تمنتلاف تلتمية خمسة وثلاثين وخمسمية خمسة وعشرين طبعا ده هندمج الابنون دول مع بعض ازاي انا محتاج اعمل حاجتين مهمين جدا عشان اضمن ان نفس الطالب طلاب جميعهم اللي في نفس المدرسة هنرجع للملف بتاعنا هنرجع للملف بتاعنا ده الملف اللي فيه المدارس لازم اعمل له سورتنج لازم اروح كده عند الداتا وانزل اقول له سورت كيسس اعمل لي سورت كيسس هيقول لي طبعا انت عايز تعمل سورت بايه هقول له بالنمبر اوفي سكولز اعمل لي ده اللي هو ده واسسندنج خليه اسسندنج تمام؟ نعمل ريسيت طبعا انا دخلته كده وبعدين هنا هقول له اسسندنج خليه اسسندنج طبعا سيف ده فايل والسورت الداتا لا مش عايزين ده وانا هنقول له مش عايزين نحافظ حاجة ده وانا هقول له وحارجع هنا هلاقي اعمل لي سورتنج بمين بدا بلا هو الان سكول كود لازم في نفس الوقت لما اروح عند الملف اللي هو بتاع الطلاب اللي هو ده وعندي هنا برضو اعمل سورتنج بالان وفي سكول كود اعمل نفس الامر برضو اروح هنا عند السورت كيس وقام جاي عند كده عند الطلاب وانتأكد انه عند الطلاب اختار الملف المتغير هو هو ده واسف اسسندنج وقل اوكي يبقى انا كده الملفين بقوا نفس لهم نفس الترتيب اترتبوا طب عايز اعمل لهم اجريجيت او متش فايلز اروح عند الدا وانزل هنا تحت عند مرج فايلز هيقول لي عايز تعمل مرج بإيه add كيس ولا add variables قلت انا هتركز على add variables وانا فتح ملف الطلبة تمام وانا ينهوط كده هيقول من الملف اللي عايز تعمل مع دمج عايز تعمل ملف الطلبة ده مع مين تفتح اكتر من الملف اقوله لا اللي هو app exams dot sard ده اللي فيه المدارس هو ده اللي عايز اعمل بي دمج هيقول كده نفتح كده الشاشة شوية هنا بيقول لي طيب هل الدمج هو 1 to 1 merge post on file order ولا 1 to 1 merge post in key ولا 1 to mini post يعني ايه 1 to 1 انا الملف بتاعي مش 1 to 1 يعني 1 to 1 يعني يعني هنا عدد الصفوف هنا قد عدد الصفوف لأ انا عندي 1 to mini عندي حاجة كتيرة صوت حاجة تانية وليلة 1 to mini يعني المدرسة الوحدة المدرسة الوحدة موجود لها 20 30 40 طالب انا معرفش العدد كام طب هنا بيقول لي ان key variable هو ده صح الكلام اه هو صح لانه ده المشترك ما بين الملفين هو ده المشترك طب رحت عندي الvariable في عندي بيقول لي كده في متغيرات عايز تستبعدها انا بس بأكد لك على ان هو ده key ومتأكد ان المتغيرات اللي عندي هي كده مصبوطة وزي الفل ما فيهش اي حاج انا دلوقتي كل اللي حعمل له هقول له اوكي فعمل له اوكي وحرجع تاني للداتا وحنتظر بتاعي في انهو بيانات في ده اللي هو بتاع الطالب خلي بالك انا في ملف الطالب وانا هنا هو كده تمام وافتح كده الشاشة للاخر عشان حضرتكم تشوفوا معايا ان اه ان ايه ان انا عندي ان انا عندي خليني اخد بس ده كده نزل ده هنوض كده تحت لان انا محتاجه جدا انا عندي هنا ننزل ننزل لغاية هنا ايوة شوف حضرتك ده المدرسة الاي كود بتاعها واحد 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 يبقى ده ياخد الطالب نفس الرقم نفس الرقم نزلت على مدرسة تانية نشيل ده كده ونزلت على مدرسة تانية المدرسة رقم 3 اول ما ادخل على المدرسة رقم 06 06 ده ما يمنعش ان في مدرس متشابهة بس اهم حاجة عندي ان ما لاقيش انه نفس القيمة انه واحد في نفس المدرسة واخدين قيم مختلفة فعنزل انه هو تحت لو نزلت على رقم 4 هلاقي ان ده exam طبعا ده عبارة عن حاجة اسمها advanced placement exam advanced placement exam فاحنا نزلنا من اول ما نبدأ رقم 4 من اول نبقى عند رقم 4 اناكد بقى 18 من 100 وكل ما هنزل اهم حاجة عندي ان الشخص طبعا ده هنا طلاب انا بتعامل في ملف الطلاب هذا ملف الطلاب ملف الطلاب عايز اتأكد ان الطلبة اللي في نفس المدرسة واعرفنين اما في نفس المدرسة بياخدوا نفس الكود بياخدوا نفس الكود اللي هو 5 5 5 5 5 5 لغاية واغدين كم 5 اما الـ 25 ده لا 25 ده رقم 6 دي مدرسة تانية دي 6 يبقى كلامنا كده مزبوط يبقى كلامنا كده مزبوط اللي انا باكده كل الناس اللي واغدين خمسة اللي في نفس المدرسة لهم نفس الاب exam الاب exams موجود لنفس القيمة طبعا ده مهم جدا 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 في وانا بعمل multilevel regression المultilevel regression طبعا انا مش مش عايز اسقل عليكم اكتر من كده مش عايزين نكتر وبدان يدين يتجري وبدان لننا الناس الدايق من الكم احنا لسه فضلنا امرين مهمين جدا امر aggregate امر aggregate والامر اللي بعد كده اللي هو يعتبر خاص به vars two cases ان انا بحاول اللي احنا قلنا بنحاول من الوائد للونج ثم ازاي نعمل centralization او نعمل ازاي centers سواء على مستوى الجراند او على مستوى الجروب كل الكلام ده هنشوفه في فيديو اخر مستقل ربنا يعينكم جميعا وحنا في رمضان وقدينا عاديين بنسقل عليكم ربنا يحفظكم ورمضان كريم ومتزعلوش مني انا بحبكم جدا وقوم لكم بسعادة والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته